بمجرد التحاقب يضعطنا كريم كانت الفكرة الأولى أن أنا أعمل كتاب زي ما تعليلت في كتاب القرية فكان عندنا الأستاذ محمد الشناور رئيس شبكة القرية كريم رحمة الله عليه كان لسه جاي جديد وعايد تعمل كتاب على أثير القرآن وعلى فكرة لما عملناها كان أول فكرة تتعمل في أي إذاعة في الدنيا بس هو برضو خلينا نعرف المتعارف عليه أنك بتطلع فترة طويلة جدا ممكن تقعد سنة سنتين خمسة تطلع بس قول إذاعة القرية الكريمة يا القاهرة معكم مش عارف إيه وبتلاوة تحفظنا المعاصم مش عارف إيه بس بس ده قبلها بيسبقها بعد التدريب ده تقعد فيه سنين بنقعد إحنا كنا تدربنا ما يقرب من سنة وبعد كده بتنزل مزيع هوا صامت يعني موجود على الجدول بين قسين بين قسين معناها ما يتكلمش يا أستاذة بسنت يبقى صامت بعد كده يبدأ يقول الشعار بعد كده يبدأ يقدم فقرات بعد كده إحنا كان عندنا نشرة أنت دخلت على طول على البرامج؟ لأ أنا حاولها حضرتك من حسن الحظ أن إذاعة القرية كان وقتها محتاجة مزعين فكان عندنا ما كانتش متكدسة كان عندنا المرحوم من أستاذ عزة حرك أحد المؤسسين دكتور محمد كمال إمام رحمة الله عليه أحد المؤسسين هؤلاء العماليق عجلوا بنا بس كل واحد على حدة اللي يشوفوه كويس يخلوه ينطأ لكن البرنامج ده أنا عملته بعد دخول الإذاعة بالضبط بسنة ونص برنامج كتاب على الهواء فأنا سيد محمد شيناء قلتوا يا سيد محمد نعمل كتاب كأننا في كتاب قرية ويتزاع قال يتعمل إزاي وقلت له الشيخ الحصري له مصحف معلم بدون ترديد أنا حرد وراء وعندي زميلة إبراهيم خلف داخليه دار علوم فطبعا الفكرة صعبة ليه أنت عندك لجنة نصحف ولو غلطت لجنة نصحف في مجمع البحوث الإسلامية طبعا فأستاذ محمد شيناءوي من حسن حظ أنه كان خريك دار علوم مسبوك بسنوية أزهرية فقال لي يهود يا سعد بنفس اللغة كده هو أنت متأكد قلت لي يا أستاذنا أنا تعلمت على يد كبار والآن بأخد درس عميق على يد شيخ حسن مصطفى الشرابي في مطعوبة واللي وداني دي الشيخ الطبلاوي تمام فأنا كل حكين ما حقولها حرتبها مع الشيخ حسن والشيخ حسن ده أستاذ قراءات عالمي اللي وداني دي يعني الشيخ الطبلاوي بتوصيهم الشيخ رزق الحبة اللي هو شيخ عموم المقارنة فقال لي عمل لي عشر حلقات تجريبية فعملنا عشر حلقات تجريبية مين سمحهم بقى فضلت الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارنة مصرية ورئيس لجنة القراء بالإزاعة ورئيس لجنة المصحف مجمع المحوث السلمين عشان يتأكد أن فيش حاجة غلط فسمع العشر حلقات فهو لي كلمة شيئة للودة صنايعي حلو انطلقنا أنا والزميل إبراهيم خلف بدأنا معيشنا برضو مش فاهمة زي مقرأة حالك بتسمع الجزء وتقول وراء ده الشيخ الحصري كان مسجل هذه الختمة وكانت موجودة في المجلس الأعلى شئول الإسلامية نسخة منها بس المقرأة محوم نسمع دلوقتي على إزاعة القرآن الكريم في أطفال بيرددوا وراء أيوة دلوقتي احنا عملنا اقرأوا القرآن برنامج يحاكي هذا البرنامج عامله زميل عماد عبد الخالق نفس يعني ايه نفس الفكرة بس ايه جيبنا أطفال احنا بقى في الأول كنا احنا نردد نحن الكبار بس بيتعملوا ايه كوب بيبقى صوتنا ايه أطفال آه بجد وبعد كده نشرح أحكام التجويد يعني بدأنا بيه ترديد فقط أستاذ الشناوي قال لا تردده بس ما تشرحوش فبعد كده أخذ دلاله الثقة بعد كده قلت له انا حبدأ أشرح أحكام التجويد وأنا مسؤوله عن كل كلمة وبالفعل فالأستاذ أحمد تيمور الشاعر الكبير كان له علاقة طيبة مع أستاذ الشناوي فقال له كتاب على الهواء كتاب جمع كاتب فإحنا نغير اسم البرنامج فقال له الاسم ايه قال له نخليه اي اسم لكن كتاب جمع كاتب فأستاذ محمد شناوي قال لي يا سعد احنا زينا نغير اسم البرنامج فقلت له طيب نعمله ايه قال لي ايه راك نعمله المصحف ما قلت له تمام المصحف المعلم احنا اخترنا كلمة كتاب باعتبار كتاب القرية اسمه معروف بعد كده أنا عملت بقى منتاج لكل الحلقات وإنقلنا بقى التتر والإند من المصحف المعلم الى كتاب ده كله احنا مزين صغيرين على فكرة ايه معاك كده قال استاذ بريم خلاف سافر السعودية فكمل معاك المسيرة مين استاذ ابو بكر عماطي فعملنا الختمة من فاتحة الكتاب حتى صورة الناس في 1418 حلقة هذا البرنامج جزء على شبكة الموجهات بكل لغات وبعد كده فضلت الامام الأكبر الشيخ طمطة ورحمة الله عليها ما سمعه اتصل طبعا بأيامها لصفة شريف وقال له البرنامج ده يعني أنا عايز الفكرة دي تكون في الأزهر فبعتوني لفضلت الشيخ طمطوي شرحت له احنا عملناها ازاي فكون لجنة من مجموعة البحوث كان أيامها رئيس اللجنة محمد ياسين جزر وأنا كنت أحد عضاء اللجنة سمعوا الختمة كاملة سيد مصطفى أو سيد زمشاند فلم يجدوا فيها خطأا واحدا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا